نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الاقتصادية الأولى ونستهلها بأبرز العنوين رئيس الجمهورية النجيد تبون يكرم أبطال الجزائر المتوجين بميداليات في أولمبياد باريس 2024 الوزير الأول نذير العربوي يترأس اجتماعا للحكومة خصيص تنفيذ لتوجهات رئيس الجمهورية لضبط تحضيرات الدخول الاجتماعي القادم أشيئة انطلاق الحملة الانتخابية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن تعداد الهيئة الناخبة وتعلن عن تشكيل لجان لمتابعة خطابات المترشحين ومدة بثها أهلا بكم بداية أشرف رئيس الجمهورية الدمجيد تبون اليوم الأربعاء بقصر المغرضية على تكريم أبطال الجزائر المتوجين بميداليات أولمبيا في أولمبياد باريس 2024 حيث استقبل رئيس الجمهورية كل من بطالة الجنباز كيريان مور صاحبة الميدالية الذهبية في اختصاص العارضاتين غير المتمتلاثين وإيمان خليف باطلة الملاكمة في وزن 66 كيلوغرام الحائزة على الميدالية الذهبية التاريخية والعداء جمال سجادي في سباقه 800 متر دي اختطف الميدالية البرنسية هذا وأعلنت العدلة الفرنسية اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق في قضية البطلة الأولمبيا الجزائرية إيمان خليف صاحبة الميدالية الذهبية في رياضات الملاكمة للسيادات في وزن 66 كيلوغرام وجاء هذا عقب تقديمها شكوى ضد وسائل الإعلام الغربية وأسماء عالمية بعد أن شككت في جنسها كما أعلن مكتب المدعي العام عن فتح تحقيق بتهمة التحرش الإلكتروني من طرف المركز الوطني لمكافحة الكراهية على الانترنت بالإضافة إلى أنه قد تم توكيل التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية ترأس الوزير الأول نذير العربوي اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصصة تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية المجيد تبون لضبط تحضيرات الدخول الاجتماعي القادم وأفد بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استعرضت التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم من خلال مختلف الإجراءات وتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن ظروف لدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الدخول الجامعي والتكوين المهني كما قامت الحكومة بدراسة وبحث مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع الذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمالك هذا ودرست الحكومة عددا من تدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكملي لتنمية ولاية تي سيمسيلت الذي أقره رئيس الجمهورية كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للهيئة الناخبة بلغ أزياد من 24 مليون ناخب كما أضافت السلطة أن الهيئة الناخبة داخل الوطن بلغت ما يفوق 23 مليون ناخب بينما بلغ عدد المسجلين خارج الوطن يزياد من 856 ألف ناخب التغطية لأمين أوكك إدارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أفاضت بما فيه الكفافة لأربع ما أبعد من ذلك من معلومات حول الهيئة الناخبة الوطنية بالداخل والخارج وأيضا حول بعض الجوانب التي هي خاصة في الحقيقة بالجزائر ألا وهي مجموعة حفاظ الأمانة أود أن أذكر فقط ببعض المعطيات حول هذا المحن لأن العدد انتح بلغا يعني في هذا السناء الخمسمائة وصلت الهيئة الناخبة داخل الوطن إلى 23 مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وواحد وستون ناخب وكذا بخصوص الهيئة الناخبة خارج الوطن وصل عدد المسجلين لمناسبة المراجعة الاستثنائية إلى ستة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ناخب وفي ذات السياق لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنه تم تشكيل عدة لجان للسهر على الحملة الانتخابية والخطابات التي تلقى على المواطنين وكذلك مدة بثها في وسائل الإعلام مؤكدا أن الحملة الانتخابية تؤطرها السلطة ولجان مختصة لديها مقيس خاصة للتغطية الإعلامية التغطية للنشاطات تطلب العدل والمساوات في التغطية نخصه خمس دقائق كجهاز إعلامي نخصص خمس دقائق المترشح لازم نخصص خمس دقائق في النهار ذاك النشاطات في الحملة الانتخابية نخصص أيضا خمس دقائق للمترشحين الآخرين هذه هي الدورة الانتخابية اثنين نصهر على التجمعات ومتابعة الخطب التي تلقى التي أيضا دستور يعني يجعل لها ضوابط ضوابط هذه أيضا لجنة رحيم السحرة منذ أيام على التحضير لذلك لمتابعة يعني التجمعات وما يلقى فيها من خطب تكون مطابقة لما يقتضيه الدستور والقانون هذا ويستعد المترشحون الثلاث لموعد الحملة الانتخابية كأهم مرحلة تسبق الاقتراع من خلال التعبئة وجمع أكبر عدد أو قدر من المؤيدين عبر الطرق القانونية والمخولة لهم بالتوجه نحو الناخبين والاحتكاك بهم ومن أهم هذه الأسليب نجد المدومات المركزية والولائية والبلدية كاميرا الاقتصادية الأولى جابت بعض هذه المقارات وعدت بالتالي سويعات قليلة فقط وتنطلق الحملة الانتخابية فمدومات المترشحين أضحت أشبه بخليات النحل هنا في مقر المترشح عبد العالي حسني الحركة دؤوبة ولا مجال للخطأ فالكل يساهم في التحضير للترويج للبرنامج الانتخابي فنحن جاهزون الآن مئة بالمئة في كل مرحلة أتممنا تحضيراتها في وقتها المناسب تم بعث كل المادة الإعلامية التي نحتاجها خلال الحملة الانتخابية تنظيم برنامج التجمعات السيد المرشح فنحن الآن جاهزون وكل فريق يعمل في الإطار المرسوم له خلال الحملة الانتخابية الأجواء في مقر حمص لا تختلف كثيرا عن مداومة المترشح يوسف أوشيش فالتحضيرات هنا على قدم وساق لإنجاح الحملة الانتخابية الأففاس على أتم الاستعداد لوجيستيكيا نفسيا سياسيا لدخول غمار هذه الانتخابات المزمع جراؤها في السبع من سبتمبر 2024 هو في آخر بصدد عقد أو وضع آخر رتوشات لهذه الحملة الانتخابية لسيما الاجتماعات التنسيقية لإعطاء إشارة الانطلاق للحملة الانتخابية نفس المشاهد تتكرر في مقرات الأحزاب المساندة للمترشح عبد المجيد تبهون تحضير وتنسيق للدخول هذا المعترك السياسي بقوة التحضير انتعنا عادي يعني ديناه يعني منهر والمؤخرا كما لاحظت أنني نصبت المديرية مديرية الإعلام والاتصال والوسائل الحديثة مؤخرا جبهة التحضير الورطنية حزب مؤسسات له قيادة وله إطارات إطارات شابة حتى في القيادة للوسائط الإعلامية الحديثة حيز كبير في الحملة الانتخابية فكل مؤتر الشيح يسعى لاستغلال هذه الوسائل لإقناع الناخبين خاصة فئة الشباب هناك فارق الآن في هذه اللحظة يشتغل كذلك من حوالي 50 شاب سيتولون متابعة الحملة الانتخابية إعلاميا عبر جميع الوسائل ولتأثيرها ولأيضا أن الجزائريات والجزائريين الكثيرون أو جلهم متواجدون عبر هذه الشبكات وبالتالي سرعة انتشار البرنامج أو الأراء أو الأفكار ستكون على هذه الشبكات نحن في الأفافاس نعتبرها حصان معركة خلال هذه الحملة الانتخابية الوسائل الحديثة لنا من الشباب ما يذوب الحديث ويكسر الحجر ولدنا كذلك لجنة الرقمنة والإحصاء يعني كلها تكنولوجيا جديدة سنخوض بها غمار الرئاسيات بإذن الله ويكون عرس الجزائر يصل السباق نحو قصر المرادية إلى آخر محطاته قبيل موعد الاقتراع ويمضي المترشحون الثلاث إلى الرمق الأخير لعرض البرامج الانتخابية فرصة حاسمة في مصاري الديمقراطية الجزائرية وفي ذات السياق دائما تحذيرات على قدم وساغ للأسرة الإعلامية لمرافقة الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسيات السابع سبتمبر وتغطية كل ما يتعلق بالمشهد السياسي بمسؤولية وموضوعية وفق الدستور والقرار التنظيمي للتغطية الإعلامية الذي حددته السلطة المستقلة للانتخاب التقرير مع إعطائي الضوء الأخضر للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسيات السابع سبتمبر ترقب إعلامي للصحافة الوطنية والدولية والتي تأهبت واستعدت بكل الوسائل المتاحة لها في إطار القرار التنظيمي للتغطية الإعلامية الذي حددته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمواكبة الحدث أن يكون الصحفيين المكلفين بهذا الانتخاب أو الحملة الانتخابية أن يكونوا ذو نزاهة وأن يكونوا ذو خبرة في نقل مواكبة هذا الحدث في إطار عادل خاصة بالنسبة للمترشحين لهذه الحملة الانتخابية السلطة الرابعة ملزمة بإنجاح الانتخابات وتنوير الرأي العام بكل مصداقية وشفافية وإعلام المواطنين بالمشهد السياسي بكل تفاصله واحترام معايير المعالجة الموضوعية والنزهة ما أجمع عليه الإعلاميون عددنا حصص وبرامج من أجل تعطية كل نشاطات المترشحين لإيصال برامجهم الانتخابية كتابة المقالات على الموقع بالثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية صحفيين مختصين في الشأن السياسي استعدادات حثيثة تريها المؤسسات الإعلامية من صحافة سمعية بصرية على مستوى الاستجوهات القنوات وصحافة المكتوبة والرقمية لمواكبة إعلامية تليق بالدور المحورية والفعال الذي تلعبه في هذا الاستحقاق كيف لا وأن الإعلام رهان الاقتراع أقضى مجلس الأمن الدولي مساء أمس وبدعوة من الجزائر جلسة طارئة ومفتوحة بشأن المجازر المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق النازحين داخل مدرسة التابعين بحيى الدرجة بغزيعة تقرير فيزا صدمي المدبح المروعة في الدرج والمدابح السابقة لم تكن لترتكب دون المساعدة المالية والعسكرية للاحتلال الصهيوني تصريح عبر من خلاله مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة عن السبب الرئيسي لتواصل همجية الاحتلال الصهيوني في غزة وشدد بن جامع في مداخلته على ضرورة وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته وتحقيق العذالة وذلك من خلال معالجة السبب الرئيسي للقضية الفلسطينية ألا وهو لاحتلال غير المشروع لأراضيها كما أن الجزائر تحذر من استمرار إفشال الجهود التي تقوم بها بعض الدول لوقف إطلاق النار كما ذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا فيه إلى تنفيذ فوريا لقرار وقف إطلاق النار في غزة هذه الأفعال الشنيعة تعد جريمة ضد الإنسانية بكافة المعايير والمقاييس وأن الاحتلال الصهيوني بات لا يكتفي باستهداف المدنيين عبر القصف والتقتيل أو التدمير بل أضحى يستهدفهم كذلك عبر نشر الأوبئة الخطيرة والفيروسات الفتاكة التي تحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة تأسيز صندوق الاستثمار والمحافظة الاستثمارية وإصدار لوائح تنظيمية جديدة للصرافة الإسلامية قبل نهاية السنة وخلق الإطار القانوني للسقوك الإسلامية التحدي الحقيقي لإنجاز هذا النوع من التمويل تقرير كريمولوت بعد أربع سنوات من تعميم الصرفة الإسلامية تمكن هذا النوع من التمويل من انتزاع خمسة بالمئة من حصص السوق المالية مسجلا ودائع بقيمة 422.6 مليار دينار مع تمويلات تعادل 46 ألف مليار سنتيم نتائج المشجعين أخذنا معيار المدة الزمنية القصيرة لاستحداثها تشهد الصرفة الإسلامية انتلاك فعلية إلا في السنوات الأربعة الأخيرة وهذا عن طريق زيادة في عدد البنوك الإسلامية والوكالات وحتى الشبابيك البنوك العمومية والخاصة شرعت في الاستثمار عبر تنويع المنتجات ليس فقط للتمويل وإنما لتابعة الإدخار خلال المرحلة الماضية والهدف إنجاح الصرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي نجاح يواجه صعوبات عديدة لعل أبرزها وجود فراغ قانوني غياب تأثير واسع مما يعرقل تطوير المنظومة المالية للصرفة الإسلامية دون نسيان إصدار صناديق ومحافظة استثمار وسقوك الذي يعتبر تحدي حقيقي لإنجاحها ومن أجل المواصلة في هذا الزخم وتحسين الشمول المالي من خلال مشاركة كبيرة لشبكات البريد لتوفير الخدمات المالية الإسلامية وتعميم أكبر لأنظمة الدفع الإلكتروني كذلك لابد من توفير إطار قانوني لإعادة تمويل البنوك الإسلامية وهذا لدى البنك الجزائر وما يتوافق مع الشريعة الإسلامية خطوات أولية تمت في سبيل تعميم وتعزيز حضور الصرفة الإسلامية إلا أن استكمال المصار يواجه تحديات ورهانات تعمل الجهات المختصة على تجاوزها كشفت وزارة التربية الوطنية عن دليل أسعار الكتاب المدرسي الموجه للتسويق لتلاميذ جميع المستويات الدراسية تقرر الاحتفاظ بنفس الأسعار السابقة دون زيادات فيما تم الانتهاء من طبع وتوزيع كتاب اللغة الإنجليزية الجديد الموجه لأقسام الخامسة ابتدائي عبدالزاق ديني والتفاصيل رغم غلاء سعر الورق في السوق الدولية قررت وزارة التربية الوطنية المحافظة على أسعار الكتب المدرسية حيث أفرجت الوزارة عن دليل أسعار الكتب للعام الدراسي المقبل دون أي زيادات تذكر مع الانتهاء من طبع كتاب اللغة الإنجليزية الجديد الموجه لأقسام السنة الخامسة ابتدائي والذي سيسوق بسعر مقنن حدد بـ 250 دينار وفي هذا الصدد تتراوح أسعار المناهج التربوية الموجهة لتلاميذ الطور الثانوي بين 110 دينار و360 دينار في حين سيتم تسويق الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ التعليم المتوسط بين 140 دينار و330 دينار وبناء على دليل الأسعار فإنه سيتم تسويق الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ التعليم الابتدائي بأسعار مقننة تتراوح بين 90 دينار و300 دينار ومواصلة لعملية عصرانة القطاع وتدعيما للعمل بالكتاب الرقمي سيتبكّل تلبيذ الطور الابتدائي من تحميل الكتب المدرسية للتخفيف من ثقل المحفظة وبهدف ضمان وصول الكتاب المدرسي إلى كافة تلبيذ سيتم فتح نقاط بيع على مستوى المؤسسات التربوية وتنظيم معارض الكتب في كل الولايات بالإضافة إلى تسويق البداهج عبر دواويل البطبعات الجابعية كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن أكثر من 17 ألف محبوس استفادوا من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية بفضل برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الهدفة إلى مكافحة الجريمة التقرير سمح مبرح أزيد من 17 ألف محبوس استفاد من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية بفضل برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الهدفة إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود تم تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر مما مكن من استفادة 17 ألف وربعمائة محبوس منه منذ بداية السنة الجارية وفي إطار تشجيع الإنخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة قررت وزارة العدل تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر وتكريم المتفوقين الأوائل في شهادتين البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين أعطى أمل لنزلاء أنهم يخرجوا وبالتالي عملوا على الإنخراط في كل برامج التكوين التي وفرناها لهم داخل المؤسسة العقابية النظام العقابي الجزائري لاهتماما كبيرا في رعاية المحبوسين وأعادة إدماجهم اجتماعيا لتحفيزهم من أجل مواصلة مشوارهم الدراسي وهذا ما نتج عنه ارتفاع في نسبة النجاح في فئات المحبوسين بشهادتين البكالوريا والتعليم المتوسط بالإضافة إلى التكوين المهني وفي الختام التذكير بأبرز الأنباء رئيس الجمهورية المجيد تبون يكرم أبطال الجزائر المتواجدة بميدالية في أولمبياة باريس الفين واربعة وعشرين الوزير الأول نذير العربوي يترأس اجتماع للحكومة خصيص تنفيذا لتوجيهات رئيسي الجمهورية لضبط تحذيراتها الدخولي الاجتماعي القادم عشية انطلاق الحملة الانتخابية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن تعدادها الهيئة الناخبة وتعلن عن تشكيل لجان لمتابعة خطابات المترشحين ومدة بثهاق دمتم من فرعت الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة